اشتركوا في القناة وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر عند الرضا ولك الحمد ولك الشكر دائما وأبدا الحمد لله في سري وفي علني والحمد لله في حزني وفي سعدي الحمد لله عما كنت أعلمه والحمد لله عما غاب عن خلدي الحمد لله من عمت فضائله وأنعم الله منطق العدد فالحمد لله فالحمد لله ثم الشكر يتبعه والحمد لله عن شكري وعن حمدي اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثنان عليك ولا نقدر وأنت سبحانك غني عن العالمين اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والإيمان جمعت شملنا بعد الفرقة وألفت بين قلوبنا حتى كنا بنعمتك إخوانا وامتننت بذلك علينا فقلت جل من قائل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله فتح الله به أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفاء جمع الله به كلمة الأمة على الحق ودعاهم إلى التآلف والتكاتف وتوحيد الصف وشبههم بالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجباء أفقه الناس وأعلم الناس كانوا حريصين على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وغلق أي باب من شأنه أن يفرق المسلمين فرضي الله عنهم وأرضاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم اجمعنا بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مستقر رحمتك كما جمعت قلوبنا على دينك الذي ارتضيته لنا وعصمنا ما أحييتنا من الفرقة والاختلاف بلية البلايا ورزية الرزايا وبعد أيها الأخوة الكرام محاضرة هذا اليوم في موضعٍ هو موضوع الساعة في وقتٍ وزمانٍ تتابعت فيه الفتن على أمة الإسلام وتكالب أعداء الإسلام على المسلمين أخص منهم هذه المملكة المباركة وأهلها آخر معاقل الإسلام في هذا العصر أهل السنة والجماعة مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها والحديث في هذا الموضوع قد لا يروق لأعداء البلاد وأعداء الإسلام لأنه يهدم مخططاتهم فلا يستطيعون تحقيق مآريبهم الخبيثة سوف أتحدث في هذا الموضوع بإذن الله بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكلام علماء سلفنا الصالح إقامةً للحجة وإبراءً من العهدة فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما العصمة من مهاو الردى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة وليفترق حتى يرد على الحوض أخرجه مالك مرسلاء والحاكم مسنداً وصحاوه قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام وإن اتباع طريق الصحابة وطريق علماء الأمة من السلف الصالح خير طريق للسالكين يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهددون والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون بعد القبائل القريبة وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة ومنها كان يوم بعاث والعرب كانوا في حروب وآرات بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار الذين دخلوا في الإسلام إخواناً وأولياء بعضهم لبعض لا يصدهم عن ذلك اختلاف الأنساب ولا تباعد مواطن ولقد حاولت حكماؤهم وأولي الرأي منهم التأليف بينهم وإصلاح ذات بينهم بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر فلم يصلوا إلى ما ابتغوا حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتفاني والتقاتل وحالة أصبحوا عليها هي حالة الأخوة ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كان في السوء فأصبح في الحسن والناس إذا كانوا في حالة بوس وضنك واعتادوها صار الشقاء دعبهم وذلت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه ولم يتفطنوا لوخيم عواقبه حتى إذا هيأ لهم الصلاح حتى إذا هيأ لهم الصلاح وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا من شقوتهم وعلموا سوء حالتهم ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في العمتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقال تعالى إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال المفسرون رحمهم الله تعالى عند قوله واعتصموا بحبل الله جميعاً معناه تمنعوا وتحصنوا به فقد يكون العصام بالتمسك باليد وباتقاء الفتن وبغير ذلك ما هو ممانعة ومن قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس وقد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في عبارة حبل في المراد في هذه الآية بحبل الله فقال ابن مسعود حبل الله الجماعة وروا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال فقبض بيده وقال الجماعة وقرأ واعتصموا بحبل الله جميعاً وقال ابن مسعود في خطبة له عليكم جميعاً بالطاعة والجماعة فإن حبل الله الذي أمر به وقال قتاد رحمه الله حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن وقال السد رحمه الله حبل الله كتاب الله وقاله أيضاً مسعود والضحاك وروا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض وقال أبو العالي رحمه الله حبل الله في هذه الآية هو الإخلاص في التوحيد وقال ابن زيد حبل الله هو الإسلام وعن العرباض من السارية قال صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث هذا الموضوع كما هو معلن التلاحم بين الرعاة والرعية وأثره في تعزيز الوحدة الوطنية ولأهميته أدخله الأئمة في كتب العقائد وقبل الحديث في هذا الموضوع أتوجه بالشكر الجزيل لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على رأسها معالي الشيخ الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبديز الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع العاملين في هذا الصرح المبارك على إحسان الظن بأخيهم وثيقتهم وأسأل الله أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن لا يكونوا قد استسمنوا ذا ورم فأقول مستعينا بالله وحده الحديث في مثل هذا الموضوع ذو شجون ولكن نكتفي من القلادة بما يحيط العنق وأرتب الكلام عليه في وقفات الوقفة الأولى أهمية موضوع المحاضرة الوقفة الثانية ذكر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعلماء الأمة الراسخين الوقفة الثالثة الاجتماع ونبذ الفرقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية الوقفة الرابعة العواصم من الفرقة الوقفة الخامسة آثر الاجتماع في توحيد الكلمة وقوة اللحمة بين الرعية مع بعضهم وبينهم وبين الراعي على أمن الوطن واستقراره الوقفة الأولى أهمية موضوع المحاضرة أشرت في المدخل إلى موضوع المحاضرة أننا نعيش في عصر تكالب فيه أعداء الإسلام والمسلمين على المملكة العربية السعودية حكاماً ومحكومين وعلماء فأجلبوا بخيلهم ورجلهم وألسنتهم ينالون من عقيدة أهل هذه البلاد ويحاولون زرع الشقاق فيما بينهم فسخروا لتحقيق مآربهم الخبيثة جميع ما يمكنهم من سنان وقلم وبيان مستخدمين شتى الوسائل الإعلامية المقرؤة والمرئية والمسموعة وجندوا لها جند الشيطان ممن غسلوا أدمغتهم ولوثوا أفكارهم فعاثوا في الأرض فساداً فسفكوا الدماء المعصومة وأخربوا العامر وأهلكوا الحرث والنسل بأقوالٍ وأفكارٍ بدعوة الإصلاح قد تعجب الغرّة ومن بضاعته في العلم مزجات حيث وصف الله جل شأنه هؤلاء وأتباعهم بقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد هذه الأفكار الخبيثة متى سرت في مجتمع فككت ودبت الفرقة بين أهله وانقسموا شيعاً وأحزاباً كل حزبٍ بما لديهم فرحون وبعد ذلك لا تسأل عن حالهم ومعالهم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزبٍ بما لديهم فرحون وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزبٍ بما لديهم فرحون يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه وكلٌ أخذ لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً كاليهودية والنصرانية والمجوسية أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة إلى أن قال ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والاعتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفرعية ولأجل هذا وجب على علماء انتهى كلامه رحمه الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى ولأجل هذا وجب على علماء الأمة بيان خطر الفرقة ومصلحة الاجتماع والتلاحم لعامة الناس إقامة للحجة وإبراء للذمة بما أخذ عليهم ربهم من عهد وميثاق وحذرهم من مغبة عدم البيان فقد قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتياه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ليه من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الوقفة الثانية ذكر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء الأمة الراسقين في هذا الموضوع الشواهد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسلف علماء الأمة على موضوع محاضرتنا كثيرة جدة أذكر طرفا فيما يلي منها أولا النصوص من كتاب الله المستحضر في هذا الموضوع قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شفه شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤل الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون الآية وقوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ثانيا النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية وعن عرفجتها رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وحديث العرباض ابن سارية السابق ذكره وحديث حذيفة بن اليماني قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك وقال الرسول عليه وسلم إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا ننتقل إلى النصوص من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ما فعله ابن مسعود أقوالهم وأفعالهم ما فعله ابن مسعود عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمناء أربعة فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منكرا عليه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وعامع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من عمارته ثم أتمها ثم تفرقت بكم الطرق فلودت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان رضي الله عنه ثم صليت أربعا قال الخلاف شر وقال أيضا في خطبة الله عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإن حبل الله الذي أمر به وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الإختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي هذه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون كذلك لهم أقوال قال حسن البصري رحمه الله لقد رأيت الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه تحاصبوا في المسجد حتى ما أبصر أديم السماء أو حتى ما أبصر أديم السماء وإن إنسانا رفع مصحفا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى ألم تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه وكان شيعا وقال قتاد رحمه الله أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم النصوص من أقوال العلماء الراسخين قال البغوي رضي الله عنه قال البغوي رحمه الله عند قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم أهل البدع والأهواء وقال الشاطب رحمه الله الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة وقال أبو المظفر السمعاني إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين ويقول مزني رحمه الله عند قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع للكتاب السنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه وقال الطحاوي رحمه الله وترى الجماعة ونرى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن الجماعة رحمه والفرقة عذاب وقال أيضا والاجتماع والاعتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله تعالى ورسوله وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم وممن عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله وكونوا دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وإتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الإتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى ذلك إلى الضر العام ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله فإن الواجب على المسلم إذا رأى من يدعو إلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التيارات أن يعيد الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه هذا هو الواجب على الإنسان أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله ففي هذا وقوع الاختلاف والتفرق والتشتت الوقفة الثالثة الاجتماع ونبذ الفرقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية إن من عظمة الإسلام أن جاءت شرائعه دالة عن الاجتماع فشرع صلاة الجماعة وأوجبها على الذكور البالغين العاقلين القادرين من أجل أن يجتمع المسلمون كما شرع صلاة الجمعة ليكون اجتماعا أوسع من الاجتماع للصلوات الخمس في مساجد متفرقة في البلد الواحد ثم شرع اجتماعا أكبر من اجتماع الجمعة وهو الاجتماع لصلاة العيد وأوسع من ذلك الاجتماع في عبادة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهذا أكبر دليل على أن من مقاصد الشريعة الجمع وعدم التفرق لأن في الاجتماع أهدافا سامية ومقاصد نبيلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أهمية الاجتماع وخطر الافتراق ففي حديث العرباض من سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجرت منها القلوب وذرفت منها العيون إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فيسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث حذيفة بليماني السابق أيضا الذي أرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الجماعة فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كانوا يسمعون هذا التأكيد وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة فعرفوا أهمية الجماعة فكان أول ما قاموا به قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركوه في غرفته ثلاثة أيام وذهبوا وأقاموا الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفترقوا أو يختلفوا ولكي يعلم الجميع أهمية هذا الأمر وقد تبين لهم أهمية هذا الأمر حينما حصل الذي حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من خروج الخوارج عليه ورفعهم راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارفوا أهمية السمع والطاعة والاجتماع وعدم الاختلاف والصحابة الكرام هم أفقه الناس وأعلم الناس ولذلك كانوا حريصين على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وغلق أي باب مشانها يفرق المسلمين والدليل على ذلك ما فعله ابن مسعود عندما صلى كما ذكرنا في الحديث السابق صلى خلف عثمان بمنى أربعا صلى هو أربعا بعد فترة ثم قيل له عبت على عثمان هذا ثم صليت أربعا قال الخلاف شر الوقفة الرابعة العواصم من الفرقة مما يعصم المسلمين من الفرقة بعد التمسك بكتاب الله أمور منها واحد بيعة لإمام يقود الأمة هذه أحد عواصم الفرقة بل هي أعظمها وهذا أصل أصيل عند علماء الإسلام قديما وحديثا أنه لا جماعة إلا بإمام فلا يتصور جماعة بدون ولي أمر يسوسهم ويقيم الحدود فيهم ويجمعهم على الصلاة وعلى الحج ويلزم من ذلك يلزم من تعيين الإمام أو بيعة الإمام السمع والطاعة له السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ما أقام فينا الدين إذ لا إمام إلا بسمع وطاعة ولما كان الأمر بهذه المنزلة أدخله الأئمة في كتب العقائد وقد ورد في كتاب الله وسنة رسولهم ما يؤكد هذا الأمر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن الحديث حديث عبد الله بن عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية وعن عرفج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه لأنه سيفرق جماعة المسلمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلمي فيما أحب وكره ما لم يأمر من معصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا حديث في ذلك كثيرة قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم الظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء إلى أن قال رحمه الله فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته والأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والإنقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولعل هذا هو السر في حذف الفعل وهو قوله وأطيعوا عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطيعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية انتهى كلامه رحمه الله وتعالى ولهذا كان أحد الخصائص التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم يسمعون ويطيعون لولي الأمر في المنشط والمكره الثاني مما يعصم من الفرقة التزام الأخوة الإيمانية والتلاحم فيما بين الرعية مع بعضهم وفيما بينهم وبين الراعي والابتعاد عن النزاع يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فلا شك أن من الأهمية بمكان أن نعلم فضل الاجتماع والترغيب فيه وخطورة الفرقة والتنازل والتحذير منها فالمسلمون أمرون بالاجتماع وبمحبة بعضهم بعضا والسعي إلى ما تأتلف به القلوب يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي المؤمن ولاية تقتضي المحبة والمودة والنصيحة والتوجيه والدعوة الخير ويقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالاجتماع بر وتقوى والتفرق إثم وعدوان ويقول سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أي بالإسلام أصبحتم إخوانا متوادين بعد أن كنتم أعداء متفرقين ويقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فأي تجمع على غير عقيدة الإسلام لا يمكن أن يتم ومآله الفشل فالاجتماع القوي الصحيح هو ذلك الاجتماع القائم على العقيدة ذلك الاجتماع الذي يهدف إلى عبادة الله وحده لا شرك له قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهو ذلك الاجتماع الذي يحرص على تلاح من رعية مع بعضهم البعض ومن ثم معولات أمرهم والسمع والطاعة وعدم الخروج عليه أو التحريض على ذلك بالقول أو الفعل ومناصحته في دين الله بالحكمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل الله والنصح لأمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحوط من ورائهم ويقول إن الله يرضى لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا وأن لا تتفرقوا وأن تناصحوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إن الدعوة إلى النظم الغربية بتشكيل الأحزاب والكتل والجماعات وتسمية ذلك ديمقراطية ومحاورة تزين ذلك بالحرية هي الدعوة التي ذمها الله في كتابه وحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فيجب أن نجتمع وأن نتحرى الشيء الذي يؤلف بين القلوب ونبتعد عن كل ما يفرق الكلمة ويشتت أمر الأمة قال ابن عباس في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله فدين الله دين الاجتماع والخير فإذا خرج الناس عن هذا الدين إلى الأراء الهدامة والأفكار المنحرفة تفرقوا شيعا وحزابا وصار بعضهم عدوا لبعض يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا فتتحول الأمة إلى كيانات متناحرة وما حصل البلاء في الأمة في بلد من بلدان الدنيا إلا حينما تنازعوا واختلفوا وتفرقوا أحزابا أحزابا وشيعا فنزغ الشيطان بينهم وحلت الأهواء والتشرذم فيما بينهم وأهل دين الله أهل مودة وتناصح ومحبة في الظاهر والباطن يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته وأن يعيذنا من الفرقة والاختلاف وأن يرزقنا جميعا لاجتماع الخير والهداء أيها الإخوة إن أعداء الإسلام وأعداء بلادنا يعرفون وبدقة مكان من الخطر في أمة الإسلام ومن ذلك وحدتهم واجتماع كلمتهم وتصافي قلوبهم فيعملون على بذر الخلاف بين الأمة والتحريش فيما بينهم لإضعاف الكلمة وتشتيت الجهود وكسر الشوكة وإهان العزيمة هذا شأنهم وهو ما يتوقع منهم وينسجم مع أهدافهم من العلو في الأرض والاستكبار فيها بغير الحق لكن شأننا أن لا نعطيهم الفرصة وأن نسد أمامهم الأبواب ونردم دونهم الثغرات التي يتسللون من خلالها وأخطر من العدو الخارجي أن يمارس فعل الأعداء وينفذ مآربهم أبناء الجلدة واللسان والدين فينوبون عنهم في آداء المهمة ويحملون عنهم عبء المسؤولية قال العلماء والنهي عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي واحد وكذلك فإن النهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور لأنهم إذا نهوا عن التنازع فيما بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي ولما كان التنازع من شأنه أن ينشى عن اختلاف الآراء وهو أمر مرتكز في الفطرة بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره فقال تعالى بعد النهي عن التنازع ولا تنازعوا قال فتفشلوا وتذهب ريحكم فحذرهم أمرين معلوما معلوما سوء مغبتهما وهم الفشل وذهاب الريح والمعنى وتزول قوتكم ونفوذ أمركم وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق ويوهن أمر الأمة ولما كانت الحوادث لا تقلوا من حدوث الخلاف بين الرعية وبينهم وبين ولاة أمورهم أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول ومعنى الرد إلى الله والرسول الرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن التنازع راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع وهم من عدى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا ينازعه المؤمنون فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض وشمل تنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في قضايا الأمة الكبرى وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب نزول الآية نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء والأمة ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صوره فليس مقصدهم قصر الآية على ما فسروا به وأحسن عبارات في هذا قول الطبر رحمه الله يعني فإن اختلفتم أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولي أمركم فيه والحاصل أن النزاع أصل كل شر والإتلاف أساس كل خير يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيها الأعداء وجعل بأسهم بينهم انتهى كلامه رحمه الله وتعالى الثالث مما يعصي من الفرقة التثبت والتبين عند تلقي الأنباء وعدم نشرها أو ترويجها إلا بعد التثبت من صحتها فقد دعانا ربنا إلى التدبر والتفكر وأخذ العبرة مما حل في الأمم قبلنا وفي من حولنا في عصرنا من الأمم وقد امتنى الله علينا بأمن وارف الظلال والناس من حولنا يتخطفون قال تعالى أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وهذا الأمن الذي امتنى الله به على أهل هذه البلاد يريد أعداؤنا تقديره فيرجفون عبر وسائل الإتصال الحديثة بتقويف الناس وبث الأكاذيب والإشعات والنيل من علمائنا ولاة أمرنا وقد أرشدنا الباري إلى الموقف الواجب على المؤمن اتخاذه حيال هذه الأراجيف فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الوقفة الخامسة أثر الفرقة والتحزب واختلاف الكلمة على أمن الوطن لا شك أن الفرقة والتحزب واختلاف الكلمة لا هثرها السي على أمن الوطن بل هي الحالقة وهي التي تذر الديار بلاقع إن من يدعو إلى الفرقة بالقول أو بالفعل أو بحمل السلاح أو بالتحريض أو بالتحريش بين المؤمنين أو نحو ذلك هو ظالم لنفسه قد اتبع غير سبيل المؤمنين والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول الشيخ عبداللطيف من عبدالرحمن بن حسن وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن 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 يدعو إلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التيارات أن يعيد الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه هذا هو الواجب على الإنسان أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله ففي هذا وقوع الاختلاف والتفرق والتشتت في هذه المسألة في هذه المسألة إن الحفاظ على أمن انتهى كلامه رحمه الله تعالى إن الحفاظ على أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع وكل مواطنا على ثغر من ثغوره فالله الله أن تؤتى هذه البلاد من قبله اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تأمرنا وأيد بالحق إمامنا وانصر به دينك وأعلي به كلمتك اللهم إنا نعوذ بك من شر أعدائنا ندرأ بك اللهم في نحورهم اللهم أفشل مخطراتهم ورد كيدهم وتدبيرهم عليهم ودمرهم به على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع اشتركوا في القناة المترجم للقناة